بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم خياتي حبيباتي في الله إن شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة يلا قبل ما نبدأ بيأسر ما تنسوش صلاة والسلام على حبيبي الله يلا الان كما تشوفو عدنا لتاقلياتين لتاقلياتين انصص بلانش أرواح تشوفو هذه نوردكم هنا النوعية لشريتها هنا هذا نصف الباكي شريته يعني هذي نوعية جيدة هذي كتعمت بش نوريقولكم هنا بقى لنصف الكمية رايح نديرها معاكم اليوم يلا انتبعوا المقادر طبعا وطريقة التحذير هنا كنت غليت مسبقا الماء درت الماء على حسب كمية العجائن اللي عندك غليته بعد كي بدأ يغلي باش درت له الملح يقولوا بلي الملح يعد طل عملية الغليان لا أدري إن كان صحيحا أملا لكن الواهم أنا كي غلي راح تدرت هذي الملح من بعد درمية الليبات هنا يا الليبات ننصحكم باش ميندك تحركوهم تحولوا تفتحوا هذوك الدوائر هذو باش تشعرهم كول تحولوا تفتحوا هذوك باش ميتعجن لكم خلوهم يغلوا هذي كلاسوس نضيل لها الجاجة هنا كان عندي طرف الجاج قطعته كما تشوفوه هكذاك طويل باش يجي على حسب شكل تقلياته هنا كانوا عندي واحد ثلاثة سنينة كبار تعتوب وربعة يكونوا متوسطين نقلوهم في كمية عزيت هنا درت الثلاث مغرفة عزيت زيت عادي ولا تحبوا تديروا خالط زيت زيتون وزيت عادي ولا حبيتوا زيت زيتون مع زبدة ولا كل واحد ولهو الاختيار نأخذ لكم درت الثلاث مغرفة زيت نقلي بها هذيك التوم ديالي حتى تتقللي مليح بها السوق لازم تحركوا هكذاك باش ما تتحرك لكمش ثم بعد نزيد نقليها ثاني مليح ننسى ملح الضوء نباتي ملح بعد WAV آسية كمية الملح نصف مغرفة صغيرة زيت فلفل كحل غرصت عن مغرفة فلفل كحل نحيتهم وصفيتهم وشللتهم بالمهزة نحبسهم هنا كنت أخبرت ونسيت هنا في السلسل بيضاء لنستعمل الكريمة كريمة طازجة سنستعمل البديل نحن نضيف صف بشامل نضيفها خفيفة ونستعمل مزيج بينها وبين كريمة الجبل نستعمل مزيج بين سلسل البشامل وسلسل الجبل نضيف بعد قليت مليح الحميصة نستعمل 50 غرم 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 1 طب 50 غرم 50 غرم 50 غرم حبيب سنتعمل نضيف الملح 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 نضيف الفرماج نضيف الفرماج نضيف الفرماج نضيفم كمية العجائن كمية العجائن استعملت 1-400 غرام ولا أقل أقل من وعيد 400 غرام نخلط ملاح من بعد عند التقديم وضعت رشاة مبشور انا استعملت شداغ نستعمل قريغ نبقى بعد مجهز الطبق نبقى سخون لا يجب يبرد يجب أن تجمد تنقص يجب ان تجربوا الوصفة من بعد تجربوها لازم العبدي يجرب ويجرب الوصفة حتى ان شاء الله اذا كان عجبته يعتمدها انتو لك جبنين وشنو ما نكون صدقة مع أخياتي يعني ما حاش تكون بنات على كرام فخش هاو الكخياتي ان شاء الله تعجبكم ما تعجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش بالدعاء السلام عليكم